تمتلك قطر روابط مباشرة مع العديد ممن يعرفون بخبراء الأمن القومي المعتمدين لدى إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية الأمريكية معلومة كشفت عنها مجلة conservative review وصفة قطر بالدولة الممولة للإرهاب التي تحولت لأرض حرب ضد أهم حلفاء واشنطن في المنطقة وفق المجلة يقول التقرير إنه لا يمكن اكتشاف علاقة هؤلاء المعتمدين لدى شبكة CNN بالدوحة لأن أي منهم لا يكشف عن روابطه المالية أو المؤسساتية مع قطر عبر ابن الرئيس الأمريكي عن صدمته من هذه الموطيات وقال دونالد ترامب جونيور في تغريدة له على حسابه في تويتر إنه مصدوم مما ورد في تقرير المجلة عن العلاقة غير المعلنة لعدد من خبراء الأمن القومي في قناة CNN الإخبارية مع نظام قطر القمعي على حد تعبيره الخبراء الذين تحدثت عنهم المجلة أربعة علي صوفان أولهم يظهر صوفان على شبكة CNN بشكل منتظم وكان أحد أبرز المشاركين في إعداد فيلم وثائقي هاجم السعودية كما يشغل منصب المدير التنفيذي لأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية مهدي حسن أحد الضيوف المنتظمين لدى شبكة CNN الإخبارية وفي الوقت نفسه مضيع في قناة الجزيرة الإنجليزية وقال ديفيد ريبوي من مجموعة الدراسات الأمنية في مقال له نشر في واشنطن تايمز إن حسن يظهر كأنه المتحدث الرسمي باسم الحكومة القطرية جوليات كايم خبيرة في الأمن القومي معتمدة لدى شبكة CNN وهي عضو فيما يعرف بمجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي الذي تسيطر عليه قطر ومهمته ضمان تأمين استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 وتتحدث كايم بانتظام نيابة عن هذا المجلس الغامض وفق وصف المجلة بيتربرغن يعمل محللا في شؤون الأمن القومي لدى CNN ويزور الدوحة بشكل منتظم ويروج للمواقف القطرية عندما يتعلق الأمر بشؤون الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر